هلو كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لشهر يونيور رح حاول احكي فيها على احوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي الى برج الحمل بدى اقول ونويها الى شاغلي لانه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العذاب لبرج الحمل رح نشوف شو بخبئ لون شهر جون بداية تانية برج الحمل عم شوف طاقتك كأنه انت عم شوف عندك راغبة مليحة انه تبتعد عن كل شي عم يسبب لك قلم عم شوفك في حديث مع النفس عم تتكلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة عم شوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة عم شوفك مو تبتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شيء ممكن وارد جدا انه يكون حب حب او علاقة حب عم شوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك برج الحمل اوكي بالنسبة لطاقة الشريك فانا عم شوفه لهذا الشخص ممكن تتتعامل مع برج نارية او مائية او ترابية وارد جدا انه تكون تتعامل مع برج العذراء عم شوفه لهذا الشريك هذا الانسان كتير محبوب بحسه شخص محبوب كتير شخص حاسس انه بحب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عم شوفه مبتعد عنك عم شوفه ياخد خطوة لورا او مبتعد عنك في فراق في خصامات في ابتعد كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمتو انتو يا برج الحمال انتو والشريك على انه تاخدو قرار ترجعو لورا او تبتعدو عن بعض اوكي في قرار اخد بشأن العلاقة عم شوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عم شوفك عم تتدهار البطاقة الانسان عم شوفك تاخد طاقة الانسان كأنه اخدتو قرار انتو والحبيب انو ما تحكو مع بعض وكأنه حسمتو قراركن اوكي عم شوفك دالك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انو بتعد عنك انو فترقتو اوكي ممكن في غرور بالعلاقة شوي وكل واحد عندو كبريه كتير عالي لهيك انتو ما ملتو خطوة انو ترجعو لبعض في نوع من الايغول كتير عالي وعم شوف على انو هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمل اوكي كتير مصدوم انو بتعد عنك حتى انتو لا انكر انو عم تقاوم انو بتكابر يا برش الحمل عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلة مع نفسك عم تعديد قراراتك كتير يعني كأنو بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن اللي عزت نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انو تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم كأنو حسيت حالك انتو نهانة كرامتك لهيك انت تاخد قرار انو تبتعد عن هذا الانسان بالنسبة لعم شوف بالنسبة للشريك عندو راغبة ملحي اه سراحة انو انو يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت اليه عندو هيك راغبة داخلية حتى لو لم يحكيها لالك او لم يبضي هذه الاشياء لالك اوكي هو عندو راغبة داخلية انو العلاقة تستمر ويكون فيه صلحة بس بالنسبة لعائلك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك اه بتخليك حتى عندك عائق انو تستمر بالعلاقة عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببتلك مشاكل عائلية اه خليتك انو تراجع كتير اشياء اه ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور عم شوف برج السيرطان الحوت عم شوف كدلك برج العبراء اوكي اه سراحتا في كبرياء كتير عالى في كتير كبرياء وهيك عم يعني هادى الورقة تأتي لتأكيد هذا الامور يعني كأنه في كبرية عاليف بالنسبة لأيلك وبالنسبة للشريك كذلك. عم شوفك بالوقت الحالي انت موجوع جدا. موجوع جدا هذه العلاقة ومن الشريك كذلك. وممكن تحس انه العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع او يعني صياغة العلاقة من الجديد. عم بتحسوا انه العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن تطور فيها. اوكي? بالنسبة له هو يا الرغب عنده رغبة شديدة انه تكون في رجع انه يكون في صلحة لانه عم شوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه او فاتح ايده لا يمسك الكاس كاس الحب اوكي? بس انت بالعكس. انت حاسس بخسار داخلي وفي علم داخلي. اه ما فيك ما فيك تقاوم هذا العلام. اوكي? اه سراحة اول علاقة ما تظهر على انه في كبريا كتير عالي. في حنين لبعض. عم تحنون لبعض. انت عم شوفك متألم اكثر من الشريك الاخر. اه كانو كبريائك اه تحطام. اه وبرج الحامل عنده كبريا كتير عالي. هو برج العسد. كتير كبرياء عالي وما كانو بيحس حالو نخدش داخليا. بالنسبة صراحة للخطوة القادمة ما عم شوف خطوة. عم شوف انو الاوضاع رح تظل هيك جافة بيني تكون في رح تظل في قطيعه رح تظل في اه في ابتعاد عن بعض وكل واحد رح يذهب لطريق اه الابتعاد اوكي. بس في يعني انا عم شوف في كسرة قلب كتير كبير لانو عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبل العلاقة عند التطور لانو في كبرياء كتير عالي. وكمين عم شوف على انو اه الورق ينصحك الاتجاه الى التأمل الى البحث عن عن الذات اوكي. اذا كانت هذه العلاقة تجرحك او تعطيك اشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول انو تبحث عن اشياء اخرى ترتقي بيا روحيا اوكي. الصلاة اه البحث عن النافس الكتب اه تقرأ كتب علم نفس انو تطور من حالك. هذه الاشياء عم تساعد الانسان انو يتطور روحيا. بس ذا العلاقة عم تعمل لك انو انو انت عم تهوي بك الى لضلومات نفسه عميقى انو عم تفكر بشيء من السلبية. لا. لاحيك عم يقلك انو حاول انو تكون اوبديمستيك او متفاعل بالحياة انو لازم تكون بوزيتف. ما تخلي شيء سلبي يعكر سفو حياتك او دهنك او تخليك انت عم تفكر بسلبية. حاول انو تاخد الامور بسلاسة. حتى لو ما كان هذا الانسان هو المناسب لالك. حاول تطلع على الاشياء الايجابية بالحياة. حاول تكون ايجابي. والعلاقة يعني كتسبت منا خبرات يعني. هذه الخبرات رح تساعدك من يعني بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير اشيء اوكي. بالنسبة للوضع العام او الوضع عم شوف على انو في شيء جديد رح يكون بجانبك او الحط رح يكون بجانبك. شيء يتعلق بممكن اذا عندك رغبة انو في اطفال او في انجاب ممكن يكون في انجاب اوكي. عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس. عم شوفك تحتم بالجانب الروحي اكثر. عم شوف كدالك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كأنو عم يعني عم تعمل توازنات بالحياة. عم تتجه نحو العمل وكدالك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصدقات والاهتمام بالاخرين اوكي. بس عم شوف في باب رح يفتح امامك. هذا الباب ممكن يكون اذا يعني كنت بحث عن طفل او عم شوف على انو في ممكن في او في احتمالية انو تكون حامل للمرأة وهيدي اكيد واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل. اوكي ما عم شوف كدالك على انو عم شوفك تتجه للعزلة. عم شوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة. ما عم شوفك عم تخالط الناس. عم شوفك كمحدد كانو حدد او قعد تحديد كتير اهداف بالحياة كانو عم ترسم اهداف جديدة بالحياة. هاده الوقفة مع النافس اللي انت عم تمر فيها بشهر شون. عم تخليك عم ترتب اهدافك عم ترتب اولوياتك. عم تاخد الامور بشكل اخر. اوكي عم شوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برش الحمل. عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف ابويب تفتح اه ازا انت ازا كنت عم تبحث عن عمال وخاصة الناس اللي عم تشتغل باللي بدت عمال يعني مسلا ممرضين اطباء. بكل ما يتعلق بالنوترين او بالمساعدات الناس الاخرين فعم شوف انه هاته الابويب ستفتح عمامك. ممكن كده عليك على انه ستفتح كتير ابويب خير وخاصة ازا كنت بالفترة السابقة في مشقات وفي عناق كتير كبير فانا عم شوف الامور رح تتحل حال. ازا كان عندك ركود بالعمال عم شوف الامور بالعمال عم تتحل حال كذلك. عم شوف في راخبة انه تحقق اهدافك واحلامك الدفينة. عم شوف في مدخول مادة جديد رح يأتي اليك يا برج الحمل. اوكي? اه لهيك بيقلك stay optimistic يعني ضل اجابة انه الاوضاع ستتغير. الحدس رح يكون بجانبك وفي ابويب يعني عم شوف في ابويب جديد رح تفتح. ازا انت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك. او ممكن ابويب رزق جديد تفتح امامك. بس ممكن انت لازم تعمل الخطوة. اوكي? اه ممكن اه في صدق انت عملتها يا برج الحمل. اه ستقف امام اهدافك. ستقف لمساعدتك في بتحقيق احلامك. كأنه الكرما رح تجازيك على هدا الهدف او على هدا الخير التي عملته بتحقيق اهدافك. اوكي? عم شوف على انه الوقت الحالي اوضون يخدم تطلعاتك العملية والتطلعاتك الروحية اكتر من العلاقات. ما عم شوف العلاقات ركزة معك. بس يعني الحمد الله في الطاقة جميلة جدا مما يتعلق بالاوضاع العملية. بالنسبة لطاقة العزيب عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك. رح يحاول انه يجدد العلاقة او يبدأ بداية جديدة معك. عم شوف انه بيظهر بطاقة دفول او بالدلوفر كذلك. يعني ممكن يكون من برج الرزعة او من برج الثور. عم شوفو عم يبلش حكي معك بهذا الوقت. وعم يريد يعني ابداء او يريد صلحة او بداية جديدة معك. بس عم شوف انه انت يعني متخوف جدا من العلاقة. ما عم شوفك عم تغامر كتير. عم كانو انت متخوف ومسكل الابيب. عم شوفك كذلك على انه انت فكرك مشوش او اذا عندك خالفيات او اذا كان عندك تخوف او كانت عندك حلوة من الماضي مع هذا الانسان. فانت متخوف انه تبدأ بداية جديدة معه. عم شوفك اا بتراجع او هم شوفة هذا يعني اا هدي العودة رح تاخد وقت ممكنه رح تدروس العلاقة او رح تدروس هاد الشخاص تدروس نيته كتير اااة سراحة انا عم شوف عم شوف في رغبة انه هو يكون معك. عم شوفه بقدم كاس الحب. هنشوفه حتى هو تغير. اوكي. كانه مر من مرحلة حاول يراجع اولوياته كذلك. حتى هو لانه هو مر من مرحلة الديث او الموت. الموت الفعل. مش موت الفعلة بس هو موت مجازة. يعني انتهاء شيء وبداية شيء. الانسان هذا مات فيه شيء واكتشف عشيء اخرى. كانه بدأ عنده وعي خاص. ممكن هذا الانسان اكتشف انه انت الشخص المناسب او اكتشف فيك اشيء ما كان عم يشوفه قبلا. وتعرف عليها واكتشفه وراجع نفسه. عم يشوفه يعني عم يتقدم لك. عم يطلب السماح. عم يطلب راجعة. هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا بروشي حمال. متمنى عليك كل الخير والمسارات. وما تنسوا تعملوا لي لايك وصابسكوائب لقناتي وشكرا لك.